عام مضى وعام قادم وتظل مصر على عهدها ووعدها في الحفاظ على أمن واستقرار البلدان والسعي نحو السلام وعدم الانخراط في أي صراعات أو حروب دولية ورفض أي تجاوز في حقوق الإنسان والحريات السلام والتنمية شعار القيادة المصرية في جميع القضايا الدولية للحد من الصراعات وصولا إلى رفض الحرب الروسية الأوكرانية وتصويت مصر لصالح القرار المعروض على الأمم المتحدة بإدانة الاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية أنا بكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم ولها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم إن ما كانش كل دول العالم أنا بكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية وبوجه نداء إن سمحتولي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب من أجل أن تتوقف هذه الحرب منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي مع بدء الحرب بين موسكو وكييف ظلت مصر عند موقف الحياد داعية الطرفين إلى السلام ووقف النزاع وبادر الرئيس المصري باستعداد بلاده للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها ولم تغفل مصر دورها نحو دول الاتحاد الأوروبي وأعلنت تقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا في إطار مواجهة أزمة الطاقة التي يمر بها العالم وخاصة أوروبا على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي أو من خلال إقامة شراكة ممتدة في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول لمركز سمايز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة رغم ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية لعبت مصر دور المنقذ لأوروبا من نقص الغاز الروسي وخاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية مقرها القاهرة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز واكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط لتظل القاهرة الداعم للتنمية ونبذ الحروب اشتركوا في القناة